أنت هو من تصاحب هذه العبارة تحمل في طياتها حكمة عميقة تشير إلى أن الأشخاص الذين نحيط أنفسنا بهم يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على حياتنا وشخصيتنا اختيار الأصدقاء والرفاق ليس مجرد مسألة اجتماعية بسيطة بل هو قرار يؤثر على مصارح حياتنا بشكل كبير الصحبة الصالحة تلعب دوراً حيوياً في تشكيل شخصيتك وأخلاقك الأصدقاء الجيدون يشجعونك على تطوير نفسك وتحقيق أهدافك إنهم يقدمون الدعم العاطفي والمعنوي عندما تكونوا في أمس الحاجة إليه ويساعدونك على تجاوز التحديات والصعوبات قد يكون لديهم تأثير إيجابي على عاداتك وسلوكياتك مما يدفعك لتبني نمط حياة صحي وإيجابي الأصدقاء الجيدون يلهمونك لتحقيق أهدافك ويشجعونك على التفوق عندما تحيط نفسك بأشخاص ناجحين وطموحين ستجد نفسك تتأثر بإيجابيتهم وتسعى لتحقيق النجاح بنفسك الحياة مليئة بالتحديات والمصاعب لكن وجود أصدقاء مخلصين بجانبك يخفف من وطأة هذه التحديات الدعم العاطفي الذي يقدمه الأصدقاء له فارق بين الفشل والنجاح في كثير من الأحيان من الجانب الآخر الصحبة السيئة يكون لها عواقب وخيمة على حياتك الأصدقاء السلبيون يمكن أن يؤثروا على نظرتك للحياة ويسحبونك نحو سلوكيات ضارة يمكن أن يشجعك على اتخاذ قرارات سيئة أو الإنخراط في عادات غير صحية الأصدقاء الذين يملكون نظرة سلبية للحياة يؤثرون على مزاجك وحماسك قد تجد نفسك تبدأ في تبني نفس النظرة السلبية مما يؤثر على أدائك الشخصي والمهني الصحبة السيئة يمكن أن تدفعك إلى الإنخراط في سلوكيات ضارة مثل التدخين أو الإدمان التأثير السلبي لهؤلاء الأشخاص يمكن أن يكون مدمراً لصحتك ومستقبلك إذن كيف ستختار أصدقاءك؟ اختيار الأصدقاء بعناية هو أمر ضروري لتحقيق حياة متوازنة وسعيدة أولاً القيم المشتركة ابحث عن الأشخاص الذين يشاركونك قيمك ومبادئك الأصدقاء الذين يتشاركون معك في نفس القيم سيكونون داعمين لك في الأوقات الصعبة ثانياً الأهداف المشتركة اختر الأصدقاء الذين لديهم أهداف وطموحات مشابهة لأهدافك هذا يساعد على بناء علاقات تدعم النمو الشخصي والمهني ثالثاً الإيجابية ابحث عن الأشخاص الإيجابيين الذين ينشرون السعادة والتفاؤل هؤلاء الأشخاص سيرفعون من معنوياتك ويجعلونك تشعر بالتحفيز رابعاً الصدق والإخلاص الصداقة الحقيقية تقوم على الصدق والإخلاص اختر الأصدقاء الذين يكونون صادقين معك ويهتمون بمصلحتك في النهاية الأصدقاء الذين تختارهم لهم تأثير كبير على حياتك وشخصيتك احرس على اختيار الصحبة الصالحة التي تدعمك وتلهمك لتحقيق أفضل ما لديك كن انتقائياً في اختيار أصدقائك لأنك في النهاية تصبح مشابهاً للأشخاص الذين تقضي وقتك معهم اجعل من اختيار الأصدقاء قراراً واعياً ومدروساً فالحياة قصيرة ولا تستحق أن تضيعها مع الأشخاص الذين لا يضيفون قيمة إلى حياتك اشتركوا في القناة